سأذهب لدكتور هشام برضو علشان يجمل لنا اقتصادياً الرؤية هو الحقيقة في إطار الدولة الشاملة دولة جديدة جمهورية جديدة في عصر من الشمول مهم جداً أنه يكون رأس الحربة فيها القول الاقتصادية يعني مصر الحقيقة دولة زاد تاريخ عريق الدولة موقعها الجغرافي استراتيجي وهام دولة لعبة دور على مضاعات تاريخها في الإطار السياسي والاستراتيجي والعسكري والأمني لكن هنا الأولى أنها تلعبوا على المستوى الاقتصادي والدولة القوية اقتصادياً المجتمع الدولي يراجع حسابته كثيراً قبل ما يسعى لمحاولة اختراقها ويمكن زي ما أشعر لسيد الرئيس اليوم أنه ربنا حمى هذه الدولة بحكم تضافر الشعب المصري ووحدته وبحكم مسندة دول العربية زي السعودية وده الحياة لازم يلفت انتباهنا إلى أي مدى القوية الأقتصادية هتجبر المجتمع الدولي على مزيد من الاحترام تجاهنا وده الحياة محتاجينه بشكلة وأتصاعد أن الفن والثقافة هيلعبوا دور مهم جداً لكن كمان يصبت كل هذا دولة تعتمد على قدراتها الذاتية ويمكن جاءت أزمة كورونا وبعدين الحجب المشتعلة حالياً علشان تضرب بعمق سلاسل الإمداد والتموين وإحنا نبقى في مشكلة على مستوى الأمح وعلى كافة السلع الاستراتيجية اللي بيحتاجها المواطن وقطاع الصناعة اللي مهدد في كل لحظة ويتوقف عن العملية الانتاجية أن الأواني أن إحنا الحياة نحط لأنفسنا هدف أن نكون قضيين على تحقيقه الهدف هو أن إحنا نستحق أكثر من هذا ويمكن على قدراتنا الذاتية أن إحنا نكون في مكانة أفضل مما نحن عليه الآن خاصة أنه المجتمع الدولي مش بس يتوقع لكن كمان ينتظر منه حسن وبالتالي إحنا محتاجين أنه رقم واحد يكون عندنا سخة في أنفسنا نحن دولة لها قدرات وإمكانيات ومهم أن إحنا ننطلق بأفقنا وفكرنا للحدود أو القيود اللي إحنا نحطين نفسنا فيه إحنا نحطين نفسنا في أوالب تقليدية آن الأوالي أن إحنا نكسرها بمعنى أنه لأي مدى هقعد أستوضب بـ 80 مليار إلى أي مدى أنه يبقى بين صدرياتي ووالداتي 40 مليار هو اللي بتعمله أي دولة على مستوى العالم هل المسلمين مقدرواش يعملوه؟ لا يقدروا يعملوه وبالتالي رسالة مهمة جدا أنه في الظروف اللي إحنا فيها دي والمجتمع الدولي بيشوف أن إحنا بنكتاز أزمات صعبة للغاية أؤكد على أنه الدولة دي محتاجة الطاقة الإنتاجية فيها تنفتح محتاجة أنه المواطن يكون عنده إيمان قوي أنه يستطيع أن يحقق أفضل مما ينفذه الآن وبالتالي أنا كنت بتكلم على فكرة مش بس جمهورية جديدة وبنية جديدة ونظام إداري جديد لكن بتكلم على مواطن جديد مواطن مختلف المواطن اللي كان بيوح يمضي وعايز بعد ساعة أو ساعتين يستعزل أنه يسيب الشوكل لا إحنا عايزين نكون الثقافة بتاعة المواطن والعمل الياباني أنه مش عايز يسيب الشوكل مش عايز ياخد أجازة وخايف على مواطن جديد ترجمة نانسي قنقر